السلام عليكم اليوم قام فريقنا القانوني بيداع عريض الطعن الاستنافي عند الجلسة العامة القضاية المحكمة دارية قدمنا الطعن مستوفي لكل الإجراءات الشكلية وطلبنا من أعضاء جلسة العامة المحترمين نقض حكم الدار الاستنافية السابعة اللي قضاء برفض شكايتنا شكلا بدعوة أن أرفقنا عريضة الدعوة بنسخة رقمية منها في شكل PDF مش Word كيف طلبنا منهم؟ القضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفي الأصل وبالتالي إلغاء قرار الهيئة الانتخابية الرافض لترشحي لاعتبارات واهية وضحنا للسادة القضاة المحترمين بالكاشف كيفاش أن قرار الدار الاستنافية السابعة بالمحكمة الدارية ضدنا كان قرار تعسفي في خرق للدستور والقانون والسوء تأويل للقانون وتحريف للوقايا احتراما للسادة القضاة مانيش باش ندخل في تفاصيل العريضة خليهم يقرواها مباشرة ويشوف المطاعل والإخلالات الكبرى في القرار الأول المتخذ برفض شكيتنا خليهم حكم ضمايرهم وخليهم يسمعوا لنبض الشارع بخصوص هذه القضية المهم أننا بينا للمجلس الموقر سوء النية في قرار الدائرة وإذمارها رفض مطلب طعن شكلا بعد ما تبيني لها قوة حجج الطعن في الأصل اللي استوفت فيها كل إجراءات التحقيق احنا راهو عنا يقين أن قرار الرفض جاء بناء على ضغوط خارجية غير مسبوقة وأن الرفض حصل بعد التمديد في الجلسة بأكثر من ساعتين بعد انتهاء جلسة التفاوض الأصلية وفرضية اتخاذ قرار أول صلحنا الكرة توفي ميدان كبارات المحكمة الإدارية اللي كان عندهم فضل كبير في بناء الصورة الإيجابية اللي عندها توانسة وجهة المحكمة ثلثة العشرين سنة اللي فتت صورة الاستقلالية والحياد والكفاءة والالتزام بحماية الحقوق والحريات الموضوع أكبر بارشة من PDF وورد وأكبر من قبول ترشع مدى دائمة وعدم قبولها الموضوع يتعلق بشرف القضاء ومستقبل البلاد السادة القضاءات المحترمين أمام اختبار عظيم غير مسبوق تحت انظار 12 مليون توسي وانظار العالم أيضا باعتبار أن حكاية PDF تنشرت البارح بشكل واسع في الخارج وأصبحت للأسف محل تندر في كل مكان هما أمام اختبار الحقيقة اختبار إعادة الاعتبار لكرامة المحكمة الإدارية ومشروعيتها واستقلاليتها وصورتها في أذهانة وانسة كحامية للحريات وضامن الحقوق المدنية والسياسية المحمية بالدستور والمعاهدات الدولية والمصلحة العليا للبلاد وسلم الأهلي نعرف مليح مليح الوضع الصعيب للقضاء اليوم في غياب المجلس الأعلى القضاء وهي من تصلت التنفيذية عليه وسياسات الترغيب والترهيب والابتزاز بالترقيات والنقل وبمذكرة العمل والتمديد بعد سن التقاعد والتسمية في مناصب وبالأسلسات وغيرها والقضاء لداري موش بمعزل عنه الوضع هذا ولكن في المقابل نعرف أن أغلب القضاءات المحترمين أو فيا لقيامهم مباداهم وأن عموم الشعب التونسي يعلق أماله عليهم ويثق في قدرتهم على الدفاع على مبادئ العدالة والمساواة ويعتبر أن صمودهم اليوم ودفاحهم على سيادة الشعب ومستقبل البلاد لكي يتكتب في سفاحات التاريخ بسطور من ذهب شفتوا خبث وسونية غرفة العمليات اللي تحاول بكل جهدها المحافظة على الهيمنة على البلاد وتحاول تخلي الوضع الراهن المتعفن كما هو حفاظا على مصالحها الفانية وخوف من التغيير وذيعوا في وقتنا وقت البلاد بالنزاعات الشكلية والمناورات والتركيز أهو مرة على البيترواء أهو مرة على البيدياف والوورد إلى آخره عوض النقاش والتنافس في الحلول لأوضاع البلاد الكارثية ومطلبات الإصلاح وبرامج عادة البناء كان جينا في مناخات فيها حد أدنى من العقلانية والتغليب مصلحة البلاد راه النقاش العام توه في الإعلام والفضاءات الافتراضية هو على برامج المرشحين لمحاربة الفقر وتحسين معيشة التوانسة وتطوير الاقتصاد الوطني والتصدي للهجر غير النظامية وإصلاح المنظومة الجبائية وحكمة المشاءات العمومية وإصلاحات المنظومة المالية وتشجيع المبادرات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي الحديثة وغيرها من المواضيع اللي تهم الشباب وتهم عمو المواطنين ولكن في الواقع احنا في مراخات غير عقلينية من الانسداد والهروب إلى الأمام من طرف منظومة مصالح خايفة من التداول السلم على السلطة وخايفة من التغيير منظومة هذه ما حابتش لتو تفهم اللي هي غالطة على طول الخط وماشي عكس التاريخ وتقاوم في طيار تغيير جارف ينجي مهزها في كل وقت ما حابتش تفهم اللي هي غالطة على طول وقت دخلت في تصادم على الإرادة الشعبية وربطت مصيرها بمصير الرئيس المنتهي وليته ودخلت في مسار محموم باش تعطل كل منفسه الجديين وتخليه يجري وحده في السباق الرئاسي وإلا بتنافس سوريا من غير معنى حساباتكم غالطة لأن الوضع ما عادش قابل باش يتواصل مطلقا مطلقا وحتى كان نجحة محاولات تزوير الإرادة الشعبية ومحاولات إقصائي شخصيا وإقصاء بقية المرشحين الجديين وحتى كان نجحة الرئيس المنتهي وليته المرعوب من المنافسة رأيه البلاد باش تدخل مرحلة صعيبة وخطيرة من غير أي فترة تسماح مثل ماش بريودو جراس وطبعا من غير أي أمل في الإصلاح والتغيير لأن فاقدوا الشيء لا يعطيه وباش تتحملوا مسيرويتكم قدام التواسة والتاريخ مسؤولية التسبب في أي تداور لعوضاع البلاد حسابتكم غالطة أيها السادة ولكن التدارك ممكن ومحمود ويحميكم ويحمي البلاد من مصير الإنزلاقي لأكبر أزمة في تاريخها من غير أفق ولا أمل على ذكر البيدياف والوورد الإصلاح وعلى فرض القانون بشكل صارم على الجميع من غير تعسف ولا ظلم ولا تقسيم بنتواسة محاط بفرق كفء ومنسجم ونظيف بعيد عن التجاذبات والمعارك الوهمية والمصالح الشخصية مرة أخرى يلي تحاولوا تلعبوا بيرات الشعب وتعطلوا التداول السلمي بالصندوق وتمنعوا التغيير الهادف والمسؤول والإصلاح الهادف في قولة وضعكم أراكم مش تتحملوا مسؤولية كبيرة أمام الله والشعب والتاريخ وميسوحك أنا صحيح